السلام عليكم يا البنات مرحبا بكم عندي في القناة انتبهنا تكونوا كلكم بخير وعلى خير يوم البنات كانت عندي واحد لكم مندي البقلوة بكوكو اللي كتجي رائعة منظر اللي هو راقي وبطريقة اللي سهلة ومضمونة وناجحة مئة في المئة اكيد إلا جربتوها غادي تنجح معاكم حتى انتو ما هتشوفوا معايا ان شاء الله شحال خرجت لي هاد الكمية هادي من العدد دي الكيلوات والعدد دي الحبات اللي خرجت لي وغادي تشوفوا معايا ايضا التمن باش خرجت هاد البقلوة هادي ما تنسوش إلا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديلي تابونوا معايا فلاشان وفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد الفيديو هاد ديلي ان شاء الله خليكم مع الفيديو بالنسبة اخواتي العجين ديال البقلوة او بالاحرى العجين اللي كانحتاجوا في جميع الحلويات ديال اللوز وديال كوكو فانا هنا استعملت خمسمائة قرام ديال الدقيق رشاء ديال الملح وجوج معالق كبار ديال السكر وغنحتاج ايضا كاس قل ربع ديال الزبدة مدوبة اللي دوب تحتها رجعت على هاد الشكل هادا يعني كترجع بغنوازت بالنسبة للزبدة فانا استعملت المارغارين اللي سبق لي وشاركتها معاكم عدة مرات واللي هي باتيسور غنضف عليها واحد الكمية ديال الزيت اللي غتعمر لي الكاس يعني غندير كاس عامر ما بين الزبدة والقليل من الزيت يعني كاس قل ربع زبدة والباقي كملتو بالزيت وغنحتاج ايضا الماء ومزهر كاس كبير الماء ومزهر اللي غنعجن به هاد هاد العجينة ديالي هادي سفي عدوم المكونات اللي غنحتاج غندو زودة باق الطريقة اللي غنعجن بها هاد العجينة هادي فكناخد جميع النواشيف كنخلطها مع بعدياتهم ومن بعد 큰 نضيف الزبدة والزيت كان نبسس هاد العجين ديالي احت كيتلبس كامل بالزبدة والزيت كيف ماكتشوفو معايا بهاد طريقة هادي كنخدموا هاكده ما بين يدي كيف ماكتشوفو معايا صافي من بعد ما خدمتو ما بين اليديا حتا كيتلبس الدقيق كامل بالزبدة والزيت سأخذ الغربال ونغرب لها الدقيق لكي نتحصل على عجين اللي يكون ارتب ولا يكون فيها الحبيبات او لك الكتلات الدقيق نحاول اننا نتفادى لكي لا تقطع العجينة نستعمل الغربال لكي نغرب لها الدقيق في الاول ومن بعد عد نعجل العجينة بالماء مظهر هنا لبنات استعملت القليل من الملوين الابيض لكي تعطيني واحد العجينة اللي بيضة بالنسبع الملوين فهو يبقى اختياري ممكن تستعمله كيفما انكم يستعملوا عليه هنا غانى نجمع العجينة الامي بذلك الخالدة في الماء ومظهر انا استعملت نصف كأس ونصف كأس الماء الظهر ممكن تستعمله علي مظهر وتجمعه غير بالماء اجمع العجينة به هذا الكأس الكبير باذا الكأس اعبرت معكم يجيب كأس ونصف طفول عن bows يعني اللي بغى التخذ العبارة بالكأس فتقدر تستعمل XL نجمع العجينة نجمع العجينة في البلاستيك الغذائي نجمع العجينة في البلاست نجمع العجينة في البلاست قد تستعمل هذه الآلة نجمع العجينة في البلاست نجمع العجينة بجيء بجيء من الممكن ان يجري كيفية تستعمل هذه الى الكلام هنا البنات من بعد ما ارمشت الكوكاو ديالي كامل وضعته في واحد الايناء او واحد القصرية ضفت عليه هنا زوج كيسا ديال العنبة ديال السكر اللي طحنت ورجعته على شكل سكر غلاسي هنا البنات انا ما كان استعملش كمية كبيرة ديال السكر لان ما زال غنضيفه العسل فاليعدا ما كان استعملش كمية كبيرة ديال السكر غنضيف ايضا واحد الرشة ديال القرفة هاته هي كتعطي واحد النسمة رائعة للكوكاو ديالنا هنا عندي نصف قريعة ديال الروح ديال الظهر انا شخصيا كان استعمل الروح ديال الظهر ما كان استعملش مازهر بش بقليق حشوال داخل مقرمشة او ما كترتابلش مع المدة غنجمع هاد الكوكاو ديالي بربعات المعالقة الكبار ديال الزبدة مدوبه نفس الزبدة اللي كان استعملها دائما ولي هي باتيسور غنجمع بها هاد الكوكاو ديالي حتيتلبس كامل بالزبدة كيفما تشوفوا معي بنفس الطريقة كنحرك هذا الكوكاو حتى كيتلبس لي كله بالزبدة ثم يعطني واحد كنحس بان الكوكاو بدك يتعجن في اليد ديالي كيفما كتشوفوا بهذا الشكل هذا صفي من بعد ما قديت الكوكاو دزت مباشرة للعجينة ديالي باش غادي نورقها وغادي نشكلها هنا يا الاخوات خديت العجينة ديالي اللي صاوبتها معاكم ديال 500 جرم ديال دقيق هاد العجينة هادي فغا تكفيني نيشا في زوج كيلو ديال كوكاو إلا كنتوا غا تستعملوا كيلو ديال كوكاو فغا تقدروا تستعملوا 150 جرم ديال دقيق غا تكون كافية اللي بغا ترجع للبقلة واللي صاوبتها معاكم ديال اللوز غا نخلي لكم الرابط دياله التحت في صندوق الوصف فأنا استعملت غير 150 جرم ديال دقيق هنا الاخوات كان اخد نصف ديال العجينة ديالي وكان بدا نورقها طبيعة الحل بالاستعانة دقيق اولا انشاء انا هنا استعملت غير دقيق كان بدا نرققها كيف ما كتشوفوا معايا بهات الشكل هادا بدلك نحاولوا ما امكن اننا نرققها مزيان باش يعني تكون عندنا البقلوة ديالنا يعني ما فيهاش العجين بزاف وما كتجيناش غليضة بزاف كان بقى مستمره بنفس طريقة حتى كان ارقق العجينة ديالي مزيان كيف ما روادح لكم في الصورة الرخامة كتبان من تحت العجينة هنا كان اخد صني اللي غندير فيه البقلوة ديالي وكان عبر على العجينة ديالي باش نشوف واش غد جيني هي هديك اولا غد جيني نقصة الى كانت غد جيني نقصة فكان حاول ان نزيد نرققها شوية باش جي مقدة مع الصني كان اخد العجينة ديالي كان لويها على دلك ومن بعد كان وضحها فسط الصني مباشرة صني مدهنتوش كان استعمل الصني اللي كيكون عادي ما مدهنش لانا العجينة عندي فيها فيها الزبدة وغادي نزيدون عسلوها فغادي تزولنا بكل سهولة هنا الاخوات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كان لبس العجينة ديالي كامره للصني اذا شوفتوا بانا العجين موصلكمش لبعض البلايس فتقدرو تاخدوا شوية ديال العجين مع الجناب وترقعوا به العجين ديالكم بعد ما كان لبسوفة كان حاول انني نحيد هادوك الزوائد كاملين اللي عندي ديال العجين بوحد الموس اللي كيكون ماضي كان حاول نحيدهم كلهم يعني كان خلي غير القاعدة ديال الصني هي اللي كيكون فيها العجين العجين اللي غنحيدوه فما نحيدوش نحن نحتفظو به لانا مازال غنحتاجوه للتزيين هنا من بعد ما البستت سني ديالي بالعجين كامل جبت العقدة ديالي ديال كوكو او للحشوة ديال الكوكو غنوزحها فوق العجين مباشرة نحاول انني نوزحها بشكل متساوي وتكون مقادة باش ما تجيناش وحد جيها طلعة وحد جيها هابطة وما زال غنقادوها بالتزيين لك هتشوفو معي الطريقة باش غتجيكم الباقلوة مقادة نيشان كنحاول انني نبسطها باليد ديالي بهذا الشكل هادا نقاد الحشوة ديالي كلها كنبسطها من بعد كان اخدت ديالك شيء واحد ديالك ليكون تقريبا نقادو قد صني او ليكون صغير شوية على الصني باش نقدر انني نضغط على الحشوة ديالي باش تجيني الوجه ديالها كله مساوي كيف ما كتشوفو معايا كنبدا نضغط على الحشوة ديالي بدلاك ونضغط ايضا على الجناب لي كيكونوا يعني في القنت ديال الصني بهذا الطريقة كيف ما كتشوفو كنحاول انني نزير على الحشوة ديالي باش كتجيني مقادة تقطيعها وما كتتقاش تفرتس من بعد ما كنقطعوها صافينا البنات كيف ما كتشوفو الوجه ديال الحشوة ديالي كيكون ليس يعني ما كتزولش معانا الحشوة نهائيا وخكا نوضعوا ليد ديالنا غنعود اخواتي نورق النصف التاني ديال العجينة بنفس طريقة ايضا اللي ورقت بها العجينة الاولى غنعود نبسطها فوق الحشوة كيف ما كتشوفو كننلويها على الدلاك ومن بعد كننوضحها فوق الحشوة ديال كوكا ومباشرة بهذا الطريقة هادي طريقة اللي هي ساهلة وحتى بالنسبة للمبتدئات فكيف ما كتشوفو معايا انا بسطت لكم جميع المراحيل باش غتصوبوا للبقلوة ديالكم سواء للدار ديالكم او للطلبيات هنا اخواتي من بعد ما كنلبس الصني بالعجين كله يعني كننحاول انني نغطي الصني كامل بالحشوة بالصني من بعد كناخد الدلاك وبنفس الطريقة ايضا كنعود ندلك نورق يعني نضغط على العجينة ديالي باش تصقلي الي الحشوة وباش تعطيني واحد النتيجة اللي هي رائعة كناخد الموس وكنبدا نحيد هادوك الجنيبات كاملين ديال العجين كلهم عدوك الجنب كنحيدهم يعني كنحيد غير جنب الفاقة ومن بعد كننقاد باليد ديالي او بالاصابع ديالي لجنب ديال العجين باش تجيني يعني لسقى العجينة مع الحشوة كنحسافض بدك العجين في واحد السلوفان كيف ما قلت لكم مازال غا نحتاجو فت زين صافيا من بعد كنبقى نضغط عليها بالاصابع ديالي باش كتجي لسقحته مع الجنب من بعدها اللي بناس ما كان لسق العجينة ديالي كلها بالاصابع ديالي مع الجنب فكنحاول نرجع نعود ننتبت العجينة يعني بالاصبع الكبير ديالي باش كنحيد دوك اللي تخاص ديال الاصابع اللي كيكونوا وكنحاولوا اننا بحلها كان ليسيو دوك لديك البليصات اللي تبتناهم بالاصبع ديالنا كن ندير نفس الطريقة يعني كنظر مع السني كامل من بعد كنجيب الموس وكنحيد زوائد ديالي العجين كلهم كيف ما كنتشوفوا معي الفيديو راه واضح كيفش كندير من بعد كنحيد هدوك اللي جنيبات ديال العجين كلهم سافي من بعد ما كان قدسني ديالي كامل وكنحيد له الزوائد كلهم ده بغا ندوز باش غا نقطع هد البقلوة ديالي اول حاجة قبل ما كان قطحها فكنحاول انني غير نتراسي بواحد السكين وكنك ندير هدو المرحلة في الاول باش كناخد العبار ديال كل حباء ديال البقلوة اللي بغيت يعني انا هنا درت الحبات شوية صغورين بحكم ان السيدات طلبت ان يكونوا الحبات ديال البقلوة صغورين من البداية هنا من بعد ما كانت تراسي القياس اللي بغيت انا فى هذه الباقلاوه هى هذه هنه كنزر باش نقطع الأشريطه ديال الباقلاوه ديالى هنا اخذ واحد الموس اللى كيكون ماضي ضروري هادي وحد المسأله اللى ضرورية ومهمة ضروري ان الموس يكون ماضي باش كيتقطعنا الاشريطه بشكل جيد وكيتقطعنا حتى الكوكاهم من داخل وكيتقطعنا ايضا العاجيل اللى من داخل و من اللي نقطعو فنحاولو اننا نضغطو مزيان على الموس باش تقطعنا حتى العجينة اللي كي نلتحت من بعد ما كنقطع الاشريطة ديالي كنحاولو اننا نقدو الاشريطة يكونو مساويين كندوز ايضا باش نقطع على الشكل طولي ايضا بنفس الطريقة كانتراسي في الاول يعني كانتراسي القياس اللي بغيت و من بعد كان نرجع باش نقطع ايضا على الطول في الاول قطعت على العرض و من بعد كان نرجع نقطع على الطول كيف ما كتشوفوا معي يعني من اللي كان يكون نقطع العجينة كتقطع معي بكل سهولة بلا ما كتقلع العجينة اللي الفوق او لكتبدأ يعني كتزولنا العجينة او لكتبع العجين او لكتبع الموس عفون لان المرحلة اللي درنا لها ديال لك هي اللي ساعدتنا باش انها تقطعنا بكل سهولة هنا كان بقى مستمرة بنفس طريقة كان قطع المربعات ديال البقلوة كيف ما شفتوا معي يعني انا درتهم حبت لي هما صغيرين انتوا ما تقدروا تديرهم كبار كيف ما تقدروا تزيدوا تصغرهم على هادو سافي هنا يا اه ساليت التقطع ديالي غندوز دباء للتزيين بالنسبة للتزيين اخواتي خديت اه القليل من العجين اللي اه تبقى لي اللي قطعتوا اللي كان مع الجناب من بعد ورقتو كيف ما كتشوفوا معي يعني ورقتو ارقيق كان اخد بايض البيض هنا يا وكندهن به في الوسط ديال هادو الحبات ديال البقلوة ياخدونوا واحد البانذيو اللي يكون صغير وكندهن به هاد بايض البيض هاد الوسط ديال الحبات ديال البقلاوة من بعد كنأخد هاد المرجمة دياللي اسمينة اللي كيكون هادو المتوسط نتوم ما كنتا خدو على حسب اه لقياس ديال الحبات ديال البقلوة أنا ههنا خديت القياس اللي غيجيني مع هادة الحبات هادي. كان نوضعو في الوسط ديال البقلوة. كان مقام trabajo بنفس طريقة حتى كان إلى صني اللي اخواتي اخديت ايضا نفس العجين ضفت له قليل من الكاكاو ايضا بنفس الطريقة اخد بيض البيض و ادهن هذه الحبات لذلك الوريضات اللي درناهم فوق الباكلاوة ثم اخد المرشم اليسمينة اللي كيكون صغر من هادك و اوضع فوقه مباشرة من بعد ما دهنت ببيض البيض اخد هاد القلم هادا اللي كنحتاجوها هكذا في الحلويات خاص بالحلويات و نضغط على هادك اليسمينة باش كيتعطني واحد الحفيرة و في نفس الوقت كتعتني ذاك الوريضة بحلة شوية كتكون مش نفاق مع الجناب ديك الحفيرة مازال غنحتاجها باش غد نزينها في الاخير صافي كان بقى مستمره بنفس طريقة حتى كنكمل قاع الكيميا اللي عندي و كان زين قاع السنة ديالي غن نخلي السنة ديالي يرتاح واحد شوية و من بعد غن ندخل اه ندخلوا للفران النار اللي كتكون مهي لا نحاولوا اننا نقصوا الها مزيان النار نطيبوها حتى كنشوفوا الجنيبات بدأوا يتحمروا و من بعد كنهبطوها لتحت غير تدهب واحد شوية صافي من بعد ما كتبكي فيما كتشوية خبيت listening to me اخذريتا هنا كيلو ديالة العسل هنا فهذا الكيميا دي كان يحتاج كيلو ديالة العسل و من الاحسن يكون العسل ديال الضر انا هنا كنت مزروبة لم كيف مصافر عندي ديالة العمسف Bar من الأحسن يكون ديلة ضرية انه يكون تقيل وكي تشربوا الباكلاوة من اللي كانت تكون سخونة حسن من هذا اللي كانت خفيف هنا الأخوات الباكلاوة مباشرة من بعد ما كان جبتها من الفران كان عسلها مباشرة وهي سخونة وكن نرجحها للفران وهو سخون يعني الفران يكون طافي ولكن كان نرجع له الباكلاوة وهو سخون سوف يكون خليها تبات ليلة كاملة وحتى الغد عاد باش كنحيدها وكن نزينها ونضيرها في الكويرتات هنا البنات من بعد ما دازت ليلة كاملة على الباكلاوة ديالي دزت البنات هنا مباشرة باش غادي نزينها بهاد العقيق هذا اللي كيكون في الفضي ولي كيكون الكبير تقدرو تستعملوا هذا الفضي كيفما تقدرو تستعملوا اي لون متوفر عندكم انا هنا جالي حسن انني نستعمل هاد الفضي سوف يكون كنزين الحبات ديالي كاملين او لا كنزين غير واحد الكيمية اللي غان تشوفها معايا ومبعد انا غنكمل غن موضع هاد الحبات اللي عندي كاملين ديال العقيق للباكلاوة ديالي هنا اخذت الكويرتات اللي غان نستعملهم تحت الباكلاوة كناخد واحد الكيمية كبيرة ومبعد كنضغط عليهم مع الجناب باش يحتوني واحد شكل مربع كيفما كتشوفوا معايا بهاد الشكل هذا كنحيد الحبات ديال الباكلاوة ديالي بكل سهولة كيفما شفتوا معايا من بعد ما كتبات في العسل وكتشرب العسل ديالها كتحيد بكل سهولة وكتحيد بطريقة اللي هي رائعة يعني ما كيكونش في ما كيكونش يعني مع الجناب ديال الكوكاو مهر مش اولا كيخرج مع الجناب اولا كيجي الكوكاو كله كيجي مقاد سافي كان قم استمراء بنفس طريقة حتى نكمل قاعد الباكلاوة اللي عندي ومبعد غنشوفوها في طبق التقديم الباكلاوة ديالي بكوكاو هي عادي كيفما كتشوفوا بصراحة كتجي اكثر من رائعة وكتجي لديدة والعجنة كتجي شيشة والتزيين كيجي راقي تقدرو تتصوبوها وتتميزو بها في هاد العيد هادا بالنسبة الكيمية اللي خرجتلي فهي اعطتني اربعة كيلو ديال الباكلاوة خرجتلي مية وستين حبة تمن باش خرجتها خرجتها بزمانين درهم للكيلو تمنى الفيديو ديال يومين الاعجاب ديالكم وما تنسونيش بلايك ديالكم نخليكم دابا في امان الله وحفظه الى الفيديو الجي ان شاء الله الى اللقاء